اشتركوا في القناة 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 فيها سنون صغيرة السنون دي بتبقى نص من اللي ما بتعورش ما بيكونش حاسس بيها قوي بنشتغل بيها كسنفرة للجلد بتنشط الكولوجين بتاع البشرة بتفتحي مسام فلو هقدر احط بعدها بلازمة هقدر احط بعدها كولوجين هقدر احط بعدها كريم نايت كريم مثلا فيه كولوجين لو البيشنت استخدمه في البيت لو انا خدته البيت وروحت بيه وبشتغل بيه بالضبط اقدر استخدم كمان الدرما بين لو انا عندي بشرة صمرة قوي البشرة سكين طيب مثلا سيكس حالة بدرجة بشرتها غم هي البن مختلفة عن الرولر اه الرولر بحركها بايدي البن ده جهاز بزبطه وهو بيشتغل لوحده مجرد بس بعديه وينفع اشتغل بيه بعمق نصه يعني ازبطه على العمق اللي انا عايزة هينفع اشتغل بيه تحت العين وحوالين الفم والرقبة والوش والايدين ينفع اشتغل بيه اي مكان في نفس الجلسة اقدر ازبط العمق بتاعه زي ما انا عايزة بزبطه بس بالبوينتر بتاعت الجهاز وقدر اشتغل بيه دي حالة درما بين هدفها اي او انا م ممكن اوصل لايه في الدرما بين ممكن اعم بيها نضارة يعني غير ان انا اقدر اعالج بيها ندبات حب الشباب في الاسكن تايب تحسن فيه برضو كيرف كده انها خدت ايوة بالزبط بالزبط فعلا هي ممكن تاخد سنة بوليوم بسيطة لان انا بنشط الكولوجين بتاع البشرة فالوشي بيبقى ناضر اكتر بيبقى حيوي اكتر بيبقى صحي اكتر بشيل طبقات الجلد المجهدل تعبانة بنشط الكولوجين بتاع البشرة زي سكراب وتعودي تعاملت صنفوري وشك ده نفس التكنيك يعني نفس التكنيك بس دي على الحاجة طبية اكتر بالزبط الحاجة طبية اكتر وعلى عمق اكتر وبحط معي هماتيريا المختلفة اقدر احط معي بلازما اقدر احط معي كولوجين ميزو سيرابي فيتامينز اقدر احط معي كوكتيل اعمل بينا ضارة تامة للبشرة بحيس ان انا بحقن وبعالدي بالدرما فدوصل البيشنت لجلوي فيس والبشرة تشرب اكتر بالزبط مناسب قوي لفترة العيد لو حد مثلا احنا دخلين على العيد كورسينا هم طيبين فلو حد عايز يعمل جلوينج عايز بشرته تبقى ناضرة على العيد ده وقت كويس قوي ده لو لحقت النهاردة بكرة بعد وقبل العيد كده بتعمل نضارة لبشرتها اكتر وتقعد معاها موضة طويلة بس هل انتي ممكن تستخدمي الدرما بين او رولر مع اي حاجة تانية اي تكنيك تاني في نفس الوقت كنت انا واي ناس قبل الهوا كده بنتكلم عن ازاي احنا ممكن هل انا ممكن نعمل تفتكري نعمل نضارة ومع باطوكس في نفس الوقت فقلنا نسألك فهل انتي فعلا ممكن تستخدمي الحاجات دي مع بعض كذا حاجة اي طبعا ينفع نستخدم درما ينفع نستخدم باطوكس ينفع نستخدم فلر كل ده اقدر عمله كومبينيشن في نفس الجلسة مفيش تعارض ما بينهم وبين بعض كل حاجة لها استخدمتها الباطوكس للتجعيد الدرما بين للنضارة تاعت البشرة وفي حالات السيفير قوي من حالات حب شباب لو حالات قصر حب شباب لو البشرة دارك جدا مقدرش اشتعلها فراكشنا لزر اقدر اشتعلها درما بين فالكومبينيشن انا عندي ادوات كثيرة اقدر استخدم كل اداء من دول في نفس البيش اه طبعا وخلي بالك حاجات دي كلها منهاش داون تايم يعني البيشنت تقدر تعملها مثلا الدرما بتقضي يوم محمره وشاء وخلاص على كده الباطوكس لأ الفيلر لأ ولا اي حاجة لك هلاش بتعور بقى يعني ما بتقضيش خربيش رانيا ما بتوجعش يا رانيا لا هي ما بتوجعش فعلا احنا بيكون حاطين حاجات توبيكال وسرعة الجهاز مش بيخلي البيشنت حاسس بأي حاجة خالص غير انه هو حاضر الكريم مخدر موضعي دي رقم واحد دي رقم اتنين الدرما بتسيب اثر بسيط لمدة يوم احمرارة بسيط جدا تقدر بيشن تنزل بي يعني زي السورة اللي كانت معنا دي مراحل بعد جلسة الدرما بيكون في شوية احمرارة بسيط احمرارة بسيط يقل شوية لا يتم يروحوا البشرة الأجلوي ممكن تماليها في ايدي يعني لو انا مثلا ايدي محتاجة شوية نضارة كده وبتاع ممكن طبعا طبعا ننفع لعملها في الايد وفي الرقبة وفي رقبة ديكلتي تحيلة جدا طبعا وفي الديكلتي عشان للسواريهات وكده يبين ان الرقبة والايد من اكتر المناطق اللي بتباين عمر الست صح او بتبضحها بقى بتقول لو تمية بول شهر وتهمل منطقة الرقبة والايدين دي حقيقة طب لو هنتكلم على جهاز البلازما جد طبعا الناس كتيرة جدا عندها يعني الخوف وانا منهم اللي هو يعني مش قادرة تعد تعمل جراحة او تبتدي تحقن بوتوكس او حاجة ده من الحاجات الاختراعات والتقنيات الجديدة بجد اللي خلت الناس لا لا كل حاجة بقت سهلة مش ضروري لو عندك مشكلة الجفن سقطة طبعا بنقدر نستخدمها فيه نحن نقدر نشد تراهولات او نشد الجلد فعلا مشكلة الجهاز الجهب بلازما حلت لنا او جهاز الجهب بلازما حلت لنا مشاكل كتيرة جدا كانت موجودة كنا زمان نقول للبيشنت انت ملكيش حل في موضوع شد جفون اسمه جيت بلازما او بلازما جات بينفع يتقال كده جيت بلازما او بلازما جات والفكرة ان هو كان زمان نقول للبيشنت لا انت ملكيش حل غير شد جفون جراحي تزبط كل حاجة في وشها ويبقى الجفون عندها متراهلة وما تقدرش ان هي تعملها جراحة لان هي عندها رهبة من الموضوع ده احنا الجهاز ده بيعمل شد للجفون غير جراحي انا بمثل للبيشنت انا عندي مساحة من الجلد مع اول جلسة قللتها مع تاني جلسة قللتها مع تالت جلسة قللتها اقدر اشتغل بيها في حالة بتحتاج جلسة في حالة بتحتاج جلستين في حالة بتحتاج اربع جلسات على حسب مقدار الجلد المتراهل او الجلد الزئد الموجود عندنا الله دي حالة كان عندها مساحة تانية لو تلاحظي فيه فولد او فيه تانية من الجلد موجودة التانية دي مع اول جلسة تشيلت لان انا شيلت مساحة من الجلد الزيادة بدون جراحة بدون داون تايم البيشنت ما تخيطتش ما دخلتش قضة عمليات ما ثبتش سكار بالعكس ده هو فيه ناس بتكون عملت مثلا من خمس او من سبع سنين عملية شد جفون وتيجي دلوقتي تقولي يا دكتور انا عايزة اعمل جف لازمة عشان مش عايزة اعمل شد جفون تاني بعد بعدين بالضبط مش عايزة اعمل عملية الجراحة يعني حتى لو عملت دلوقتي بقينا خبرة في حوار دا لو عملت بوتوكس فوق على الحاجب هيرفع الجفون اكتر طبعا لو عملت لو الحالة دي عملت كمبينيشن ما هو ده الفكرة ان انا عندي كذا ادية قدر اشخصهم في نفس الحالة عشان تعالج المشكلة عندها وتساعد كمان فرافع الجفن لو رافعت الجفن شوية بالبوتوكس او رافعت الجفن شوية هيشد لها الحاجب هيشد لها التراهل نتيجة تبقى كويسة جيدة فانا في الحالة دي اقدر اعمل كمبينيشن ما بين الجف لازمة لشد جفون وما بين انا اقدر ارفع الجفن شوية اشد جفن اوسع منطقة حوالينا العين في بقى جهاز عامل عندكم ضجاه هو جهاز اسمه كيو سويتش الكيو سويتش ده يعني انا كنت عارفة قبل كده ان الجهاز ده بيستخدم ان احنا ممكن نشيل التاتوز وحاجات تانية كتير التاتوز دي بقى حاجة مهمة جدا طبعا لان فيه ناس بتيجي تعمل تاتو في الحواجب والتاتو يبوز فهتعمل ايه؟ فبتضطر انها تفضل اعدم سنية كتير والناس بتندم يعني حاليا دلوقتي مع التقنيات بيندم انه هم عملوا التاتوز ايه؟ بحقيقة فهو بيستخدم لكل انواع الجلد ولا سن معين ولا بيساعد في ايه كمان؟ الكيو سويتش فعلا كان زمان اوي كان موضد التاتول تخين التقيل للأسف ماينفعش البيشنط خلاص بتبقى عاجزة ان هي تشيله دوقتي موضة المايكرو بلينج عايز اعمل مايكرو بلينج يا دكتور هير باي هير فانا لازم اشيل التاتول قديم عشان اقدر اعمل فوقي حاجة فجهاز الكيو سويتش حللنا المشكلة دي كان زمان البيشنط تروح الكوافير يقوم لها لون بيج او لون تحت التاتو بتبوز المشكلة اكتر وبتخلي الشكل مش كويس بيحقن بيحقن لون اه بيحط لون بيج لون الجلد فانا بزود المشكلة تخيالي لون اسود حطت فوقي لون بيج فانا بزود اه ببوز المشكلة اكتر بيبقى لونه بقى قلب على بتين جيني بقى بتين جيني بيبقى بيبقى شكل العام فعلا مش كويس خالص وبيبقى مش مور دي مش هلو خالص التاتول حواجب اساساً بيخلي البيشنط تحط فول ميكب عشان تداري الموضوع ده يعني هنا مراحل الساشن دي مراحل الساشن ان انا اقدر اشيل التاتول غامق ده اقدر اشيله فيه حالات بتتشال مثلا متوسط من اربع جلسات وفيه حالات بتحتاج لست جلسات وفيه حالات تستجيب من جلستين اتنين ايه بقى ده؟ ده برضو الكيو سويتش بيعملنا حاجة اسمها ليزر الكربوني فيه دراع في الكيو سويتش بعدها اسمها 1064 نوع نوع وطول موجي معين للليزر باشتغل بيه على البشرة بحط جزيئات كربونة على البشرة بحط جزيئات كربونة على البشرة ده ماسك الكربوني الاسود بالضبط وبنعدي عليه باشاعة الليزر الاشاعة الليزر بتدخل الكربون جوه وبتطلع علينا اكسجن ببتدي الاكسجن يحسن الدورة الدموية يدي جلوينج يدي تفتيح للبشرة البيشنت لو عندها بريك في الشغل وعايزة تيجي تعمل وتقدر تيجي تعمل وتنزل تاني لو عندها مناسبة ومش عايزة اي حاجة تبنى على بشرتها وعايزة تفتيح ونضارة في بشرتها تقدر تعمل ليزر الكربوني انا كده ان الحبوب اللي هي ساعات مش حبوب كده عاملة زي ايه عارفة حسنات كده بتطلع بعد سن معين وكتير بتبقى باينة في الايدين كمان اكتر بالضبط ده ممكن يشيلهم بالكربون الكيو سويتش لا الكيو سويتش اللي بتاع التطوب بتاع التسبقات هو اللي ممكن يشيلها الحاجات دي لو برزة عن الجلد نشيلها بالفراكشنا اليزر لا لك عارفة زي نقاط كده بتصبح ايوه ممكن نشيلها بالكيو سويتش ليزر ولو هي برزة عن الجلد شوية ممكن نشيلها بالفراكشنا توسيلا نحن Sweat عندنا كل الادوات اللي تشيل كل الحاجات اللي موجودة في البشرة و اي حد لو بيخاف من حقاً بيخاف من حاجة لا يعني في كزا lion تشاهد فعلاً من طبعا انجيكشن دي حاجة في ناس بتاتريعب وبشوف ناس وانا تقريبا برضو من نوع ده شوية بس لما مع التطور حاجات بقت سهلة جدا وممكن تعملي حاجات تانية مش موضوع جراحة حتى ولا حاجة بقت سهلة جدا طبع الحاجات بتبقى بطبكة لبنحط كريم مخدر مو ضايفة ما بيخليش الناس حاجات توجاعك فعلا لان البلازما مثلا لما جربتها لقيتها كده حاجة بسطة جدا وحوار الكاربوكسي أو الكاربون ليزر اه بالضبط ده كمان انا عايزة اعرف برضو بتحتاج كذا جلسة ولا هي مرة واحدة خلاص الكاربون ليزر ده ممكن جلسة واحدة بس تكون كافية مع البيشنت وممكن تحتاج جلستين مثلا جلسة كل شهر على حسب هي وصلت للنتيجة في حالب تبقى ساتسفايد من اول جلسة في حالب تحتاج جلستين او تلاتة هي مع اول جلسة بتلاحظ فرق في صورة جلوينج في البشرة تفتيح في البشرة بدون داون تايم تقدر تنزل عادي شوالها عندها مناسبة بالليل تقدر تروح عادي مفيش مشكلة طبعا انا للأسف الفقرة خلصتين طبعا اكيد لازم تشرفيني تاني يا دكتور ان شاء الله للأسف يعني فقرتنا خلصة دلوقتي بس بشكرك جدا يا دكتور بشكرك دكتور ماريان نادر اخصائي الجلدية والليزر بعيدات نب ودلوقتي هنعرف تقرير مهم جدا عن اي حد عنده مشكلة في السمنة وحابب يعرف اكتر عن تكميم المعدة هنروح نشوف تقرير عن حالة اسمها محمد وهنرجع طبعا هنكمل فقراتنا اي واعتمش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا عز فليحمد مرسي وعند 21 سنة تعاني من مشكلة السمنة وعابل مشكلة كبيرة وامعرف الشرق الثلاث كبيرة وامتلاdedر اخدناها راسي وامتلا charge اكتر اصيد